عقدت في العاصمة المؤقتة عدن الورشة الفنية الموسعة الأولى لإعداد الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف وفي افتتاح الورشة أشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري إلى التحديات التي خلفتها الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية والمستمرة منذ عشر سنوات مستعرضا الدور الذي اطلعت به الوزارة بالشاركة مع اليونسف في رسم سياسة تتضمن بناء خطة استراتيجية للحماية الاجتماعية مستجيبة لصدمات وقادرة على تطاير المنح والموارد وتسخيرها لحماية الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع بدوره أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب على ضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع معربا عن شكره للجهود المشتركة التي بذلتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة اليونسف في إعداد الإطار الاستراتيجي الهام للحماية الاجتماعية في اليمن ضمن التزام الحكومة بتطوير سياسات اجتماعية فعالة ومستدامة تلبي احتياجات الشعب في هذه الظروف الصعبة بدوره أوضح رئيس قسم السياسات الاجتماعية باليونسف بيرانا الكسواني أن ورشة التشاورية الموسعة الأولى تهدف لتعزيز أليات تنسيق الحماية الاجتماعية بقيادة الحكومة وتنفيذ خارطة طريق متعددة القطاعات كما تهدف الورشة التي تنعقد بهذا الخصوص للوصول إلى مجتمع يتمتع بحماية اجتماعية شاملة ومستدامة